مرحبا عزيزا متابعي قناة بلين بعين عربية شرحي اليوم هو عن تطبيق ميسنجر وتحديدا عن طريقة ايقاف حفظ الصور والفيديوهات في ميسنجر قبل ما ابدأ اشرح لكم عن الطريقة طلب من كل شخص يدخل على هذا الفيديو ومشترك ارجاء الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس في البداية في ميسنجر في خاصية لو انفعلها انه اي صورة راح تنرسل راح تنحفظ عندك تلقائيا انا افضل انه هذه الخاصية توقفوها لانه كلما الصور تنزل والفيديوهات راح تاخذ مساحة في الستوديو مساحة بالايفون والحرارة تزيد بالايفون وللأسف التطبيقات تنزل بها خلل فانصحكم انه توقفوها حتى نوقف هذه الخاصية راح ندخل على الميسنجر وندخل على ثلاث اسطر بعدها نروح على الاعدادات وبعدما دخلنا على الاعدادات راح تظهر عندك الصفحة الرئيسية راح تنزل هنا بالاسفل الصور والوسائط هذا الخيار فقطت قفلة والان اي صورة راح توصل ما راح تنخزن في الستوديو اتمنى فددتكم بهذه المعلومات طلب نهاية الفيديو لا تنسوني بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس تحياتي ومع الف سلامة قبل ما انه الفيديو فقط حبيت اشير انه اذا دخلنا على الاعدادات ونزلنا الى الاسفل راح نروح على عام وهنا راح ننزل الى مساحة التخزين هذه هي المساحة الكلية وهذا المستخدم الفرق بيناتهم لازم يكون بين الاربع يوم والخمسين جيجا نتبهوا النقطة هذه والنقطة الثانية لازم تتروحون على تحديث البرنامج تخلوه اخر تحديث لانه كثير مشاكل توصل لانه للاسف التحديث يكون قديم فالتطبيقات تنزل بصورة خاطئة هذا الشيء حبيت اشرحها لكم في فيديو راح اتركه بصندوق الوصف هذا الفيديو بطريقة حصرية حتى تعرف التطبيقات اللي دا تستهلك البطارية وكيف راح اتوقف هذه التطبيقات وتغلقها حتى لا تستهلك البطارية وينزل المستوى شاهدوا الفيديو بصندوق الوصف مع السلامة